نابو الدهب الزمالك كسب الدوري ولا الاهلي هو اللي حسر الدوري لا الزمالك اللي كسب الدوري ويستحك يا اسلام يستحك رغم المشاكل اللي كانت عنده في بداية الموسم ممكن الزمالك عاني من عدم القيد لو تفتكر وبعد الصفقات اللي جات وطلعت اعارة وما استفادش منها ان الزمالك ورجوع مجلس الادارة الجديد بكيادة المستشار المرتضى منطلور اعتقد ان هي دي كانت النقطة الفاصلة في الموسم ان فيه سكة كبيرة جدا بين المستشار المرتضى واللعب نزمالك ان هم اللعبة تقدي بشكل جيد زيد على كده ان بعض اللعبين اللي مشوا سواء طريق حامد ابو جابل ساسي بعد كده بن شرقي واعتماد فريرة على مجموعة الشباب اللي هم اللي شالوا الفرقة وشالوا الناشئين شالوا اللعب الكبار الفريق وقده بشكل جيد يعني انا المرة عجبني الكلام انا كنت نفسه اسأله سؤاله هل انت كنت متوقع ان انت تلعب ولا انت كنت بتتمرن وحاطت هدف ان انت هتلعب فالراجل واضح انه كان عنده سيكة انه يلعب وقادة حتى النهر ده انت حداك بتقول انه هو مرشح من ضمن اللعبة اللي هتبقى موجودة في التقماص لا اللعبة كقدت بشكل كبير جدا الفرحة حلوة وانا عزا اقول لك يا اسلام كان الزمالك مش عمل انجاز ده عمل اعجاز بالمشاكل اللي كانت موجودة او الحاجات اللي كان داخل نادي الزمالك بالمنظر ده او بالشكل ده الناس كان ممكن اكثر المتفاعلين كان ممكن الزمالك بافتارة او رابع هل هناك عوامل خارجية ساعدت نادي الزمالك او تدخلت في حصول نادي الزمالك على بطولة الدولة لا انا فني اتفرج على المباراة الزمالك كان عنده اصرار انه يكسب في كل المتشار فنيا واداء اداء ونتيجة بامانة حتى كل اللعبة كان فيه روح عالية جدا فيه تحدي من اللعبة ان فيه لعبة مشت وان الزمالك مش هيكسب وان حتى في سؤالك معني مار بيقولك ان اللعبة الكبيرة كان بتقعد يعني اذا اللعبة كان لها دور سواء الشيكبالا او ايمن حفني او اوباما فكان لهم دور كبير جدا لتحفيز اللعب الشباب النهاردة اين نهاردة احنا شوفنا النهاردة في بدات اه يعني اوباما مثلا ما كانش بيعمل مشاكل عشان اعلى عندك ما هكله سكت لان فيه شخصية قوية برا مش هتفرق معاها من اللي موجود او مش من اللي موجود وده اللي احنا شوفناه هل ينادي الاني كان بيفتقد للشخصية القوية اللي تدير فريق الكرة من الناحية الفنية في المباريات لا مش يفتقد للحطة دي او الشخصية اسلام لا سواء موسيماني او سوارش لا موسيماني يمكن متعرض لضغط كبير جدا من بعض المحللين او الاعلام هو ما حسش بداء هو فاكر انه حتى ممكن هو تلعب في تصريح وقال لك انا متعرض ان انا اكسب كل مباراة او انت ماسك فرقة كبيرة فمتعرض للضغط متعرض ان انت تكسب بطولة اعتمادك على بعض اللعبين اللي هم كمستوى اقل بتلعب بطريقة ممكن انه بتغيرها كل شوية فبالتالي ممكن والبعد اللعيب عن مستوها وخصوصا افشا تلاقي السلية عالم علول بعض اللعبين مستوى ما كانش جايد لكن ده من احدى الاسباب ان النادي الالف فعلا كان وحش او كان مستوى سيء فبرضو ده جزء من ان ادى الدول النادي الزمالي في الفترة اللي فاته ده ده احد الاسباب اه طبعا من احدى الاسباب اللي موجودة لكن تكلم على الزمالك لا يستحق لان اللعيبة كان بتلعب اداء ونتيجة وشوفنا تقلق اللعيبة كتير جدا في الزمالك شوفنا تقلق زيزو شوفنا تقلق شكبالا لما بينزل اي حد كان بيلعب كان فيه التزام كبير جدا ممكن انا شوفت انا بتفرج ان انت الزمالك بيكسب بثلاثة اربعة بيتقلقوا فيه بقيت اللعيبة بتدافع او بتقدي مهام دفاعية وده يحسد عليه مستر فريرا الراجل انا من ساعة من المجيد الراجل ما اشتكاش ان عنده نقص ما اشتكاش من الاجهات ما اشتكاش من الارهاق ما اشتكاش من اي حاجة هو شغال بمجموعة اللعبين الموضوعين اه يعني فريرا ما كانش بياخد حجج بيصدر شمعات لا وما بيديش حجج